لقيت كمان نصر الدين النبي مدرب فريق المريخ السوداني قال ان الاهلي بالنسبة له كتاب مفتوح وهو حافظه جدا وخصوصا بعد مباريات كأس العالم للاندية قال ده خلال تصريحات لصحيفة سودانية وقال ان مباراة النهاردة قدام النادي الاهلي كبيرة وبتجمع بين فريقين عارقين في القارة الافريقية ليهم تاريخ كبير في المحافل الافريقية والدولية وقال كمان ان هم بيسعوا ان هم يحققوا نتيجة ايجابية وان المريخ عنده طموحات كبيرة جدا علشان تجعل ظهوره مميز في المباراة دي وانه يمكن ليهم افضلية في انه كان في فترة من الراحة ولكن النادي الاهلي خارج من مباريات كتيرة في كاس العالم الاندية مجهود بدني كبير جدا بذلة في هذه المباريات طبعا يعني احنا في عصر مفيش حاجة اسمها كتاب مقفول انا بيتهيالي انه النهاردة كل الفرق بقت مفتوحة كتاب مفتوح قدام بعضها يعني مش ممكن مثلا الاهلي يغير من طريقة لعبه او هو بيلعب على ارضه وهو بطل النسحة الاخيرة من دول الابطال وهو راجع من مشاركة في كاس العالم الاندية بالتأكيد المريخ درس الاهلي كويس جدا زي ما الاهلي حتى درس كل خصومه اللي موجهه همش قبل كده واللي لعبته وما شافتش امكانيات الفرق اللي هتواجهها قبل كده احنا لعبنا مطشين مثلا او يعني بايرن طبعا كتاب مفتوح العالم كله مش محتاجين ان احنا اتكلم عليه لكن بالنسبة لنا الدحيل هنا في مصر احنا حتى كالجماهير كورة ما كناش نعرف عنه نبتدناش ندور ونفهم ونعرف مواطن القوة والضعف في الفريق الا لما عرفنا ان الاهلي هيبدأ مشواره مع الدحيل قطري ما فكرناش مثلا ندور على اولسن هينديل كوري لانه ما جاش في طريقنا لكن بالنسبة لنا هو كتاب مقفول بالمراس البرازيلي بطل امريكا الجنوبية وعمل موسم اكتر من رائع وبطل برازيل ولكنه بالنسبة لنا برضو ما كناش نعرف عنه كتير لكن لما الاهلي جي وجهه كان درسه كويس جدا وفاهم مواطن القوة والضعف وقدر يلعب مع مباراة في منتهى القوة بالعكس كان هو الاقدر وهو الاقدر انه يحسب المباراة في وقتها الاصلي حتى ولو حسبناها عن طريق ضربات الترجيح ففي النهاية النهاردة بقت كل فرق عارفة كل حاجة عن بعضها ما بقاش في فكرة التعتيم اللي كانت بتبقى موجودة زمان فكرة ما تبقاش عارف التشكيل اللي ممكن يبتدي الطريقة اللي ممكن يتلعب بيها في المباراة حالة الغموض دي اللي كانت بتبقى موجودة في المواجهات الكبيرة زمان خلاص اعتقد انها لا تصلح مع زمن عصر الانترنت والفضل وانت جزء اساسي من كرة القدم ان انت لو بتجي تلعب اي فريق بتشوف اخر مباراة لعبها بتشوف نقاط القوة نقاط الضعف وما ليه في محللين اداء مع كل فريق كبير عايز يفوز ببطولات بشوف الفريق ده من مصادر الخطورة فيه من اللعبة اللي ممكن تشكل علي خطر في المباراة وقدر اقفل عليها ازاي على اساس اللي انا بشوفه في المباراة دي بقدر ان انا حط خطة اللابة وعشان كده زي ما احمد بيقول فعلا ما فيش حاجة اسمها كتاب مفتوح لنادي بعين وخلاص كله بقى قادر ان هو يعرف الخطة كله بقى قادر ان هو يشوف الفريق ده بيلعب ازاي نروح بقى للاخبار العالمية او خبر عالمي وهو النجم البولندي روبرت ليفندوفسكي مهاجن بارن ميونيخ هنتكلم عنه عن ان هو بيتصدر قيمة المرشحين الفوز بجائزة الحزاء الزهبي نقول مين كمان في القيمة دي بس نروح لفاصل ونرجع نكمل